مش لوجودك معايا ولكن هو لتجبير هذا المنصب في مجلس إدارة نادي الزمالك منصب أمين السندوق دلوقتي في نادي الزمالك في الانتخابات القادمة في المجلس القادم هو قد يبدو المنصب الأخطر والأصعب طبقا لهذه الظروف الصعبة المالية في نادي الزمالك وبالتأكيد الأنظار كلها هتتوجه إليك أنا عارف أنك هتبقى شغال ضمن مجموعة لو وفقت وفست بالانتخابات ولكن كل التركيز عليك كل التركيز علي شغلك إزاي تحلك كثير وكثير من مشاكل نادي الزمالك المالية تحديد ما فيش شك أنا أريد أن أضع حاجة مهمة مجلس الإدارة دوره وضع استراتيجيات وسياسات صحيح دوره الأساسي مش دوره التنفيذ بالضبط كده إحنا دايما أبدا مش عاوزين المؤسسات النجحة عارفة كل قطاع بيعمل أي فيه واحد استراتيجي فيه واحد بيحط السياسات واحد بينفذ هذه السياسات ومن خلف فريق عمل في المتابعة والإجراءات والمكافآت والجزاءات وهو ينتظم العمل صحيح فإحنا بنتكلم طب هذا المنصب الخطير اللي هو الناس كده تقول إيه الميزانية الحالية طلع عنا أن إحنا عندنا كوالس صح صح طب هنأمل إيه في الميزانية أو صحيح الميزانية دي فيها عجزة أكتر من مليار جديد طبعا في ديون علينا مليار مليار ده مليار دي ممكن نوصل إلى مليار 800 كمان يا خبار هاي يعني رقم لا رقم لو فقرت فيك تلها تتعب ودائما اللي ممكن عندك مشكلة فكر زي تحل مش زي تقول عندك مشكلة صح يعني دائما تكون جزء من الحل مش جزء من المشكلة يعني صح لك في مشكلة خاصة نبصم كلنا بالعشر ونفي مشكلة موجودة هاي طيب إحنا عشان نحل المشكلة دي ونقول إزاي مع بعض المجموعة فريق العمل اللي هو الـ 12 فرد أي 12 فرد بها ييجبوا لو ما فيش منها أفراد مركزة في التمويل وأفراد مركزة في التسويق وأفراد مركزة في إعادة الصورة الذهنية للإزامالك الصورة الجيدة المشرقة للإزامالك لا هاي مش نامل حاجة برضه لو اعتمدنا فقط على مواردنا العادية خالص لا مش نامل حاجة حتى نتبحتاج تخرج بره هذا الحيز فلما أقول لحضرتك من ضمن اللجان اللي موجودة على فكرة 16 لجنة عالفنا يعني إيه 16 بقول لك 16 يعني تأحد وترتب 16 دو يعني إيه كان 18 دو مجنة حاجات ما عمبط بقم 16 حصل شغل ده مش شغل انت خايبي على فكرة ده شغل تنفيذي يعني ده شغل ده استراتيجيات اللي هتوضع في إيه الزمالك اللي أنا جاء كده الحاجات دي هتشتغل حتى لو يعني لم يقدر لكم النكتور موجين في انتها أكيد هتزوقه بس اللي موجود يوافع عليهم طبعا ما أنا فاهم أنا أقول أنت اشتغلت كده كده ما استنيتش تبقى موجود أنا اشتغلت أنا اشتغلت جاهز بماسك الملف معها بجمعها قلتلي يلا تفضل ادخل اشتغل حاضر هادخل اشتغل أطول فعندنا مثلا لجنة مهمة جدا أو ملف مهمة جدا اسم توميب الاستثمار المسؤول عنه الأستاذ محمد الأتريبي رئيس بنك مصر طبعا عملنا يوم عرض البرنامج الانتخابي وجمعنا جزء محترم جدا من رموز نازنة مالك وأنا ليه بقول جزء إلا برضا هناك رموز آخرين محترمين جدا 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 يعني ما قدروش يجو اليوم ده ولكن لما نشوف كده المشاة نحط الكاميرا ونشوف المشاة مين كان موجود رجال اقتصادين مصر موجودين طبعا طبعا اسماء عظيمة عظماء مصر في مجال الفنون يعني قصدي فأنت بتطمئن أولا إن الرموز موجودين طب يا رموز يلا هنشتغل بقى احنا تواجدنا خلاص ورجعنا كلنا لبيتنا يلا هنبدأ نشتغل يبقى أنا عندي الاقتصادين اللي كانوا موجودين مثلا الاستاذ شريف فاروق بقية ساعة البريد الاستاذ يحب الفتوح ناب رئيس بنك الأهلي الاستاذ عمر الجنيني طرق بي عامر أنت كده بتدي رسالة إن فيه اقتصاديين بفكر اقتصادي محبين ناتي زمالك حيل احنا بقى شطارة المجلس أن يتعاون مع المحبين ممتاز يمد إيده لو الرموز دول أغفلناهم احنا بنخسر كتير صح يبقى لنقول كده أنا جاهز بخطة استثمارية هل عناصر الاستثمار موجودة معنا نعم طيب نبدأ نشتغل فيها على طوال أنا عايز حراك سؤال أنا هتعامل لأنا راجل مشجع بقى من ناتي زمالك أو عدو جامعية عمية في ناتي زمالك هتعالك سؤال واضح وصريح حلو الكلام الكلام اللي حراك قلته ده ده كلام مثالي وأكثر من مثالي كمان صح بس عرفني انت هتعمل كده ازاي يعني ديني مثلا حتى مثل قولي فكرة عن دجو يعني قولي هتشتغلوا ازاي عشان يبقى متطمن حلو قبس والده حلو ليه بقى ليه تفضل أنا دائما أقول لازم أنت بتتكلم تدي أمارة بالزبط كده يعني بالكلام دائما الفراج ده تحلو طبعا صهر العسل وانا كمان أعرف أقول كلام حلو والسادة المسؤولين كلنا ندى ده كلام حلو وعظيم عشان يبقى لازم أنت عندك فكرة وقدرة هاي وتثبت هذه القدرة هاي هديك المسأل بسيط جدا وقت ما كنا موجودين في اللجنة المؤقتة احنا عملنا ايه احنا كنينة الزمالك بكل بساطة كنا منتكلف ما يساوي 6 مليون جنيه طباعة في 3 سنين عملنا تعاقد مع احدى الهيئات المصرية المحترمة الحكومية المحترمة ووضعنا الشعار بتاعها على كنينة الزمالك وفرنا الطباعة دي طباعنا ببلاش اخدنا البساطة الشنالوج ده مبلغ معين كويس عملنا اجراءات اخرى باش عدو خاشر تفصيل بكتيرة بقبات الكترونية وابليكيشن وحاجات كتيرة جدا يعني كنا مندفع ما يساوي تقريبا 6 مليون لا اخدنا خدمات بما يقدر 13 او 12 مليون طب احنا احنا ايه عبقريتنا دي مش عبقريتنا دي مش عبقريتنا ولا حاجة كل عملنا بالراحة خالص هدوء استقرار في 6 شهور خاطرة غير كافة لانك تثبت انك مصدقر طبعا مدينة قدينة لمحب نادي الزمالك يا جماعة احنا عندنا الكرنيت شاركو معانا اه تحط اسمك كنا حطوا على اسم نادي الزمالك اه موفقين طب احنا عندنا نطبع بكذا عملنا التعاقد 1-2-3 ووفرنا المبلغ ده كان الملابس تاعة نادي الزمالك تقريب بتكلف من 38-40 مليون طبعا فرق راضية كبيرة جدا طبعا جبناها ببلاش ايه برضو تعالوا يلا تعالوا استفيدوا انتم من نادي الزمالك ايوه ونعمل بقى ستور بقى ايوه ونبيع فيه اللبس اللي هيتباع تي شيرت والحاجات دي وإحنا ناخد نسبة من هذا البيع صح هو هيستفيد المستثمر واللازم نشعر انه هيستفيد صح وانا هيستفيد منه كنادي الزمالك فانا عملنا بروتوكولات مع مثلا اندية تانية مثلا زي إيروسبورت عملنا بروتوكول بيننا وبينه ليه عشان الزحمة اللي موجودة عندنا في النادي ناخد جزء من الولاد اللي بيلعبوا في القطاعات المختلفة يروحوا يلعبوا هناك تحت إشراف النادي من المدربين وقدريين وخلافه يبا احنا عملنا تفريخ كده عن الزحمة اللي موجودة عندنا أرض اكتوبر بدأنا نفكر فيها ازاي نستثمرها بشكل كويس من خلال البيوتية ده وإحنا موجودين في اللاجنة ساعتها فأصلي ده كله ببقى يعني سهل يتعامل إن أوجدت استقرار طب بس استقرار لأ برضو لازم هعندك عناصر تعرف تشتغل الشغلانة دي أيوة فبالتالي بقولك النهاردة لما أشوف من أصول نادي الزمالك الكبيرة جدا العقارات اللي موجودة عندنا تقريبا حوالي 207 محل أو وحدة موجودة في أصول نادي الزمالك ممكن مثلا بنك ياخد خمس ستة وحدات كم بعض فأنا عندي 207 نقول إيه بوث كده أو بارتيشن يعني موجودين كويس ده بره ده صور ده متأجرين لكام سنة قدام لا لا عشان بس برضو في منهم محلات متأجرة لسنة 2040 أو 2045 تقريبا يا خبر بس في محلات برضو وده اللي يجرلني كبيرا أكتر فاضية متأجرتش خالص ده كويس ده أنا 20 محل متأجرتش خالص ما هو كويس ومش كويس ليه مش كويس ومتأجرتش ليه بغض النظر بس على أقل على أقل حاجات تعرف تستفيد منها انت في حاجاتها تبقى من الـ 45 45 دي مش تستفيد منها بس على أنا أصد إيه انت لما تفكر كده احنا ما استفدناش ليه عشان ما فيش إدارة تسوأ لك هذه المحلات يعني محتاج تخلق عندك درس مقدارة التسويق صحيح فده موجود في القايمة معنا اللي أستاذ هاني شكري يعني قامة كبيرة في مجال التسويق ومعنا شابه برضو رائع أحمد حسنين من شباب الجميل جدا برضو في مجال التسويق يبقى دول هيتشتغلوا في التسويق طب نيجي نشوف يا جماعة الأنشاطة الاجتماعية بوضع بقى رائع كده يعني الأعضاء نزل مالك يسعدهم قاعدين في النادي بخدمة مقدمة اليوم بشكل شيخ راقي جدا لما يروح مرصة ما تروح يلاقي حاجة شياكة وحلوة في معنا برضو شباب أحمر إرامي نسوحي ونيرا الأحمر برضو نشاطة الاجتماع شطر جدا فيه هيتشتغلوا فيه طب الألعاب الجماعية وأبناء الأعضاء يلعبوا ازاي ونظام يعني اشتراكهم في الفرق السياسة ازاي معنا برضو محمد طارق ده مرتبط بهذا الملف طيب عاوزين يا جماعة نفكر في الرياضة كصناعة بقى وإنتاجية وبتاع عندنا رجل الصناعة المحتلم جدا 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 المهندس هاني بيرزي طيب عندنا الانشاءات والمشاكل الانشائية والأمور دي كلها المهندس شام النصر الحدس ولا حرج طبع في هذا المجال ولا هو باع كبير جدا ولا هو دلائل عديدة جدا في حياته وفي عمله يعني طيب عندنا أضايا حاليا موجودة دولية محتاجين حد يتفاوض ويشوف اللعيبة كده نعرف نصر نعمل لقيمة معينة زي خالد بطيب بدا الرقم اللي عايزه يا عم خالد مش عارف كذا حد حد اتشطر في هذا الملف قبل كده عمر أدهم طبعا طبع عندنا الكورة اللي هي جميل كلها مستنيين هنعمل ايه في فتوح وفي القيد وكل الكلام ده أحمد سليمان وحسن السيد طبع عندنا موضوع بقى نلمي الكلام ده كله ازاي بحد كده يفكر ازاي ربط كل الكلام ده على الترابيزة كده بقاعد وازاي يتفاوض وازاي يعمل كابت الحسن لبيب عايز ولك حاجة أنا هروح لفاصل دلوقت بسبب لما روح لفاصل أنا عايز يعني قبدي احترام كبير لك انه احنا منساعد ما بدأنا الحوار ده بصراحة انت لا تتحدث عن نفسك سياد تتحدث عن المجموعة دايما لدرجة انه انت بتقول كل واحد في المجموعة دوره ايه يعني انا احترامت احترامت احترام زيادة عن احترام